اجتماع أول بحضور شخصي لمجموعة الحوار الاستراتيجي الربعي أو قمة كواد التي تضم أستراليا واليابان والهند إلى جانب الولايات المتحدة جاء بعد أيام من إعلان تحالف أوكوس وصفقة الغواصات النووية وكان مؤشرا إضافيا لتحول ملموس في سياسة واشنطن الخارجية يركز على احتواء النفوذ الصينية إن هذه المجموعة من الشركاء الديمقراطيين الذين يشاطرون نفس الرؤية لمستقبل العالم يقفون اليوم سويا للتصدي للتحديات المهمة في عصرنا من كوفيد إلى المناخ إلى التكنولوجيا الجديدة وهذا ما يجسد المقاربة التي تحدثت عنها في الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع تصريحات القادة الأربعة التي جاءت خلال افتتاح القمة وانتحاشت الإشارة إلى الصين بالاسم فإنها لم تتردد في تلميحاتها إلى التمدد الإقليمي المتنامي للبكين بعبارات متكررة كالحاجة إلى أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة نحن الديمقراطيات الليبرالية نؤمن بنظام عالمي يفضل الحرية كما نؤمن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة لأننا نعلم أن ذلك الذي يقود إلى منطقة مستقرة ومزدهرة وقوية تسمح لمواطنين بتحقيق أحلامهم وأمالهم في مجتمع لبرالي حر حاصلة القمة كانت أيضا أكثر وضوحا بشأن تصميم الدول الأربع على التضامن من أجل التصدي للنفوذ التكنولوجيا الصيني عبر إعلان مبادرات لتأمين الإمدادات من مكونات إلكترونية حيوية تحتكرها الصين وتعزيز شبكة الجيل الخامس للاتصالات والحماية ضد الهجمات السيبرانية وجاء إعلان شركة جديدة مع الهند لإنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا لتعزيز ديبلوماسية اللقاحات التي تسعى واشنطن إلى قيادتها في المنطقة رغم أن القلق من تمدد النفوذ الصيني هو القاسم المشترك الأبرز الذي يوحد هذه المجموعة فإنها تحرص على عدم وصف نفسها بتحالف عسكري وتترك المجال مفتوحا للتعاون مع الصين في ملفات أخرى كمكافحة الجائحة والتغييرات المناخية هشام برار الحرة البيت لابيض